السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم احلى متابعين زرعة الكاملية ان شاء الله هعمل معكم النهاردة جراب للمصحف او حافظ للمصحف تقدر اي مبتدأ تعمله هو سهل وبسيط وان شاء الله يعني هنعمله مع بعض الكفرين الكفر ده بخيط مكرمية فرنساوي هو سهل وبسيط مفروش اي حاجة هو بيجي زي كده لفة كده فيه نسبة من اللمعة وده بخيط هملايا هو ده خيط صوف هنعمله مع بعض النهاردة بخيط برضو هملايا بخيط صوف وان شاء الله يكون سهل وبسيط لو اول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش تضغط اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد انا بعمله لأي مصحف عندي سواء بالحجم ده او بالحجم اللي انت عاوزاه هتاخد المقسات ازاي هناخدتها بناءة عن كده نمسك المزورة بتاعتنا كده واللف كده بالشكل ده او لو ما عنديكيش مزورة خالص طبعا انت بتاخد من هنا عشان نلاقيه اتجلد من هنا بتاخد من هنا المقس اللي انت عايزاه فانت بتاخد كده انا طلع معايا واحد واربعين هزود هنا تلاتة سنتي عشان خطر الجهة دي فهيبقى معايا زي ستة واربعين سنتي بالشكل ده ستة واربعين سنتي هعمل سلسلة بمثابة ستة واربعين سنتي او لو مش عندك مزورة خالص وعايزة تعملي كفر للمصحف او كفر لأجندة او لأي حاجة انت عايزاها انت بتعملي السلسلة وبتاخد المقس كده بس بتاخد طرف السلسلة من هنا كده بالشكل ده عشان هنا اتجلد ومن ناحية التانية برضه كده تلف السلسلة على الكفر بالشكل ده فاحنا هنعمله مع بعض هعمل سلسلة بمقاس المصحف اللي انا عايزاها وهجعلوكم عملت السلسلة المطلوبة كده للشغل التاعي هعمل ايه هعد واحد اتنين تلاتة واعمل جروزة عمود بلف هلف الخطة على الابرة واخش في رابح سلسلة كده واعمل عمود بلف يبقى انا كده معايا عمودين وعلى كل سلسلة من دول انا هعمل عمود بلف انت بتشتغلي بالابرة اللي تناسب مقاس الخطة بتاعك يعني انت لو بتشتغلي بهيمالايا استخدمي ابرة تلاتة ونص لو بتشتغلي بخيط الفرنساوي اللي هو بتاع المكرمية الفرنساوي برضو اشتغلي بتلاتة ونص لو انت هتشتغلي بإليزا ديفا بتشتغلي برقم اتنين ونص تلاتة فانت اشتغلي بالخط اللي يناسبك والابرة اللي تناسب الخط بتاعك انا هعمل كل السلسلة دي اعمدة عادية جدا لحد ما وصل لاخر السلسلة وارجعلكم وعملت عليها اعمدة بالشكل ده هعمل ايه ارتفع سلسلة ولفي الشغل بتاعي كده بالشكل ده وفي اول عمود هعمل غرزة حشو هدخل ابرة كده واشد الخيط واطلع من الاتنين اللي على الابر وهعمل على الاعمدة كلها غرز حشو عشان نبدأ ايه الغرزة بتاعتنا الجديدة اللي احنا طبعا هنعملها مع بعض يعني هعمل ايه في كل عمود هعمل غرزة حشو دخل ابرة كده شد الخيط بقوا اتنين على الابرة اطلع من الاتنين هكمل لاخر الضر وارجعلكم اشتغلنا كده على الاعمدة غرز حشو بالشكل ده هنعمل ايه هرتفع كده سلسلتين وهلف الشغل بتاعي والسلسلتين دول بمثابة العمود اللي تحت ده او غرزة الحشو دي فانا مش هشتغل فيها انا هروح لغرزة اللي بعدها دي ولف الخيط على الابرة واشتغل عمود عادي يبقى كده تاني عمود تلاتة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني انا اشتغلت شكلها ايه كده اتنين اربعة ستة تماني بعدين هبدأ في الغرزة بتاعتي هبدأ في الغرزة بتاحت الاصلية ازاي هلف الخيط على الابرة وعندنا واحدة هي تحرف الفي اللي هي الغرزة الاولانية مش هشتغل فيها هروح للغرزة التانية دي واشتغل فيها عمود بالشكل ده طبعا احنا سيبنا واحدة هاي دي فانعلف الخيط على الابرة وهاجي كده اشتغل فيها ارجع عليها تاني هعمل حرف الـ X كده يعني العمودة هو هاجي من فوق كده واشتغل ايه عمود هتبقى معايا بالشكل ده تاني هسيب واحدة وغفل اللي بعدها هشتغل ايه عمود بعدين هالف الخيط والغرزة اللي أنا سيتها هروح لها تاني من فوق العمود كده وهاشتغل هحط الخيط هحط الابرة كده واشتغل عمود بعدين هالف الخيط كده الغرزة بالشكل ده هالف الخيط واسيب الغرزة دي واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل عمود واجي كده في الغرزة اللي أنا سيتها واشتغل عمود هتبقى معايا بالشكل ده غرزة زي غرزة الجراني بس دي حرف اكس طبعا وعتغلتي وتشتغلي هنا لان هنا الغرزة اللي انت اشتغلتها قبل كده خلي بالك بأنت هتسيب الغرزة دي وتروح لللي بعدها تشتغلي عمود بعدين تروح للغرزة اللي انت سيبتيها من فوق العمود كده وتشتغلي عمود بأنت بتعمل الغرزة دي هارف اكس انت ممكن تعملي من الغرزة دي بلوزة بلوفر اي حاجة انت عايزاه هي غرزة مميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت فانا هكمل كده وعلى اخر الدور هسيب زي 8 اعمدة هنا كده هعملهم اعمدة عادية زي هنا زي ما سبت هنا 8 اعمدة اسيب هنا 8 اعمدة واعمل نفس الغرزة دي اللي احنا شفناها دي سيب هنا غرزة دي وارح للغرزة دي واعمل عمود والغرزة اللي انا ستتها هروح من فوق العمود كده اشتغل واعمل عمود بالشكل ده تبقى معي الغرزة بالشكل ده انا هكمل لاخر الدور واجعلك ضل كده 8 اعمدة اعملت الغرز اشتغلت معي بالشكل ده هعمل التمن اعمدة زي ما عملت هنا كده تبقى معي facade اعملت معي اعملت معي بالشكل ده. كده كده احنا في الراوند التالت اعملنا اعمدة وبعدين حشو وبعد اننا عملنا الغروز ده بتاعتنا. بعدين هنعمل ايه? هيبقى الدور ده حشو. هنغتفح سلسلة كده. وفي نفس المكان بتاع العمود الاولين ده هنعمل حشو. حشو. كل الراوند ده انا هعمله ايه? حشو الاخر الراوند. يعني الراوند ده هعمله حشو كل. هعمله وارجع لكم. عملت الغرس حشو بالشكل ده. هعمل ايه? هلف كده الشغل. هبقى ارتفح سلسلتين الاول. بعدين هلف الشغل معي. كده. وهعمل نفس التمن اعمدة دول هعملهم فوق هنا. يعني في كل اعملت بمثابة عمودة اهو. اعمل تنة عمود. هعمل تمن اعمدة. وهبدأ الغرزة بتاعتي زي ما كنت ايه بعمل? عملت كده خمسة ستة سبعة تمانية. وهبدأ الغرزة التحتي هفوض غرزة والغرزة اللي بعدها هروح اعمل عمود. وهرجع للغرزة تاني اللي انا سبتها دي واروح ايه? اعمل فيها عمود. كده. واسيب الغرزة دي واروح لديه واعمل عمود. واروح للغرزة تاني اعمل عمود. تبقى معي بالشكل ده. انت ممكن تعملي ايه? اربع ادوار بالشكل ده. هتعملي بعد بعد النزام ده. هنعمل بعدها حشو. وبعدين نعمل الغرزة دي. وهكزا لما نختفع بالاضوار. يعني بعد بعد الدور ده هنعمل ايه? حشو. بعد الحشو هنعمل نفس اللي احنا عملناه. هنعمل نفس الدور. تمن اعمدة ونبدأ الغرزة الاسسية بتاعتنا. اللي هي غرزة حرف الاكس دي. بنفوض غرزة وبنروح للغرزة التانية نعمل عمود وبنجي ايه? نعمل عمود. فوق العمود. كده بالشكل ده. وهكزا. لو انت عايزة تغيري في الغرزة. انا عملت هنا. عملت هنا. اربع ادوار. عملت السلسلة بتاعتي وعملت اعمدة. وبعدين عملت الغرزة بتاعتي وبعدين حشو. وبعدين الغرزة بتاعتي وحشو. اصف دول كده اعمدة. وبعدين بدأت الغرزة بتاعتي. قطعة واحدة. بس احنا ما بنخلص الغرزة بنعمل في الراون دي اللي بعد الغرزة دي. حشو فقط. عشان تطلع معانا بالشكل ده. هكمل الادوار بتاعتي بطول المصحف. بالطول بتاع المصحف كده. وهجعلكم. انا عملت كده بالطول اللي انا عايزاه. نفس الغرزة. بس انا غيرت هنا الخط الابيض. عشان يبقى في المنتصف. عملت نفس الغرزة. شفت جميلة ازاي. تنفع تعملها البلوزة او 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 اي حاجة. تستخدمها في اي حاجة الغرزة جميلة وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. فانا هعمل ايه? عشان اعمل الكلات كده. واجي كده. عشان اقفل. كده وحط مفكر. مفكر كده. ومركب من هنا. بالشكل ده. وباخده نفس الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل كده. حط المفكر بتاعي. بسم الله الرحيم. أحط المفكر من هنا. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. انا هقفل كده. هقفل بالنظام ده. كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقفل كده. هخيط من هنا. الابرة. كده. ودي هخيطها برضو بالابرة من هنا. ودي كده هخيطها برضو. كده. وارجع لكم. يعني هقفل كده وارجع لكم. هو النظام ده. بكده ايه خلص الكفر زي ما انتم شايفين كده. عايزين نعمل بقى الوردة دي. اللي هو الحبل الفيصل. الفيصل يعني اللي بيرسل الكرآن. كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. هعملها معكم. دايرة السحرية التحتي بالشكل ده. فتلة هنا كده. دايرة السحرية كلنا عارفين احنا بنعملها ازاي? وعمل حرف اكس كده. بشكل ده. بجيب كده. ابرة. واعمل ايه? تسبيك كده. روزة سلسلة. بعدين اشبت الخط بتاعي كده. ويروحها. بسيبت دايرة بتحتي كده. هعمل فا ايه? هعمل فا عشرة حشو. هدخل الابرة بتحتي كده. شد الخيط. واعمل حشو. دخل ابريتي. اعمل حشو. ده تاني حشو. هعمل في الدايرة ايه? عشرة حشو. اعمل عشرة حشو وارجع لكم. قبل ما اعمل العشرة. رقم عشرة. بشد الخيط بتاعي كده عشان نقفل الدايرة. واعمل غوزة حشو. بالشكل ده. يبقى دي عشرة حشو وشد الخيط بتاعي كده. بعدين اقفل بمنزلقة في اول غوز ده انا عملتها. اهي. شد الخيط بتاعي كده تحت الشغل. اعمل منزلقة. بعدين اطلع بتلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. بعدين في نفس المكان اعمل عمود. الشكل ده. في نفس المكان. بعدين الف الخيط على الابرة مرتين. عمود بلفتين يعني. واخر الخيط كده. واطلع من اتنين. وكمان من اتنين. وكمان من اتنين. بعدين الف الخيط على الابرة وعمل عمود عادي. في نفس المكان. بالشكل ده. بعدين تلات سلاسل. وروع على الغرزة اللي جنبها. مش في نفس الغرزة. الغرزة اللي جنبها دي. واعمل ايه? منزلقة. بقت معي بتلة من الوردة بالشكل دي. بعدين. الغرزة اللي بعدها دي. هسيب الغرزة اللي انا عملت فيها منزلقة. وروح للغرزة اللي بعدها. اعمل منزلقة. بعدين اختفح تلات سلاسل. واحد team 3. وفي نفس المكان. اعمل عمود عادي اللي وابلفة واحدة. اطلع من اتنين وكمان من اتنين. وبعدين عمود بلفتين في نفس المكان. بعدين اطلع من اتنين. كمان من اتنين. وكمان من اتنين. بعدين عمود عادي في نفس المكان بعدين ثلاث سلاسل واروح على الغرزة اللي بعدها اللي هي اللي جنبها دي أعمل منزلقة طبعا الخط ده اللي نوع ده ده بتاع الشغل اللي هو أول البداية بعدين بروح اللي بعدها اللي منزلقة دي باسبها واروح اللي بعدها أعمل منزلقة واشتغل ثلاث سلاسل واعمل بتلة تلتة اتنين تلاتة بعدين اعمل عمود عادي بعدين عمود بلفتين في نفس المكان بعدين عمود عادي في نفس المكان بعدين تلاتة سلاسل اتنين تلاتة في الغرسة اللي جنبها بعمل منزلقة بدخل الابرة كده وشد الخيط واطلع من ايه من الحلقة اللي على الابرة تبقى دي هي المنزلقة كده انا عملت تلاتة بتلاتات هعمل كمان بتلتين زي يوم بنفس الطريقة وارجع لكم بس الوردة بتحت بقت معايا بالشكل ده خمس بتلات كده هاعمل ايه ارتفع اربعين سلسلة اربعين سلسلة زي كده وبعلق السلسلة في المنتصف بتاع المصحف من هنا كده فانا هعمل اربعين سلسلة بالشكل ده بالطول اللي انت عايزها بقى وبشبكها في المنتصف هنا كده وبكده يبقى عملت الفاصل كده اهي الوردة وركبتها ابعاجبك بالفيديو ما تنسيش تضغطي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد انا بعمله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته